أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لدفع العمل بها وتدليل أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال جولة تفاقدية أجراها مدبولي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة لتطوير الريف في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة منتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بالمبادرة وذلك من أجل ضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها